اطلع وزير الشباب والرياضة نايف البكري على وضع نادي التلال الرياضي والثقافي والمشكلات التي يعاني منها وسبل معالجتها وأكد الوزير البكري خلال لقائه إدارة النادي دعم الوزارة واهتمامها بحل كافة المشكلات التي يعاني منها النادي الذي يعتبر أقدم أندية الجزيرة والخليج والوقوف إلى جانبه ليتبوأ المكان الذي كان عليها وأشهد الوزير بالجهود التي تبدلها إدارة النادي للمشاركة في مختلف المسابقات على الرغم من الصعوبات والمشاكل التي يعاني منها بدوره استعرض وكلا الوزارة لقطاع المشاريع محسن بيبك استعرض أهم الأعمال التي قام بها القطاع خلال المدة الماضية والمتعلقة بوضع الدراسات لعدد من مشاريع البنى التحتية الخاصة بالنادي مشيرا إلى أن هناك جهود ومساعي عديدة تبدلها الوزارة في هذا الاتجاه لغرض تمويل تلك المشاريع والعمل على تنفيذها من جانبه ثمن أمين عام النادي عادل سعيد الدعم واهتمام الوزارة بنادي التلال وسعيهم إلى حالة المشاكل والمعوقات التي يعاني منها